قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح إن الخومينية وبعد نجاح الثورة في إيران اختطفت الدولة وقتلت وشردت كل شركائها ثم نهبت خيرات البلاد ووظفتها في خراب الدول العربية وتأسيس أذرع طائفية عنصرية تعبث بالعراق وسوريا ولبنان واليمن وأضف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تدوينة على منصة X أن هذه الحركة الخبيثة تبدو اليوم عاجزة عن السيطرة على نفسها وأضف نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي في تدوينة على منصة X إن هذه الحركة الخبيثة تبدو اليوم عاجزة عن السيطرة على نفسها مؤكدا انكشاف أكذوبتها بأنها تناصر فلسطين وفشلت في حماية ذراعها في اليمن من المواجهة العسكرية مع العالم وها هي تطلق صواريخها على أربيل في العراق وفاكستان في تصرفات حمقى معادية للعربي والمسلمين وأشار طارق صالح إلى أن إيران أصبحت أكثر الدول عداء في العالم معربا عن إدانته لتصرفاتها ووقفه مع حقوق الشعوب في مصالحها وحريتها وعيشها المشترك